اشتركوا في القناة سوف نلتقي زوجة إيلي كوهن ناديا كوهن التي أوصلت في الآوين الأخيرة رسالة إلى النظام السوري تناديه بتحرير جثة إيلي كوهن وإعادتها إلى إسرائيل سنلتقيها اليوم في برنامج حديث آخر للحديث معها بحديث آخر في عام 1935 ولدت ناديا كوهن في العراق لعائلة من الطبق الغنية بعدها بستة عشر عاماً هاجرت إلى إسرائيل برفقة عائلتها لتعيش ظروفاً قاسية في إسرائيل بعد ذلك بثمان سنوات تزوجت ناديا كوهن من الجسوس الإسرائيلي إيلي كوهن وفي بداية الستينيات تجند جوزها بدون علمها إلى وحدة 188 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وفي عام 1961 تم تحضير جوزها إيلي كوهن ليكون جسوس تحت اسم كامل أمين ثابت وأرسل إلى الأرجنتين للعيش بين أحضان جالية السورية بعدها بعام واحد أرسل جوزها كامل ثابت إلى سوريا كتاجر ليسكن إلى جانب مقر القيادة العسكرية العامة ويصبح من الشخصيات المقربة من سدة الحكم في سوريا بعد ذلك بأربع سنوات تم إلقاء القبض على زوجها في سوريا وحتى الآن إسرائيل لم تعلن عن عملية اعتقاله رغم الروايات الكثيرة حول عملية الاعتقال وفي ذات العام تم إعدام زوجها بعد محاكمة في مقر القيادة العامة العسكرية حيث تمت عملية الإعدام في دوار مرجع في دمشق ولم تنجح إسرائيل بإنقاذه وفي مثل هذه الأيام ما زالت ناديا كوهن تلقي المحاضرات عن مسيرة زوجها وتحاول إعادة رفاته من خلال الحكومة الإسرائيلية وأيضا من خلال دعوات خاصة مواجهة للرئيس السوري بشار الأسد أهلا بكم في هذا اللقاء مع سيدة ناديا كوهن زوجة الرجل المساد لكوهن مرحبا بك ناديا أنت ولدتي في الإراء ضعيني في البداية في البيت في الإراء وكيف أثر عليك؟ ولدت في بغداد لعائلة كبيرة كنا عشرة أبناء كنا من الطبقة الوسطى الراقية من ناحية اقتصادية ومعيشية حفظنا على يهوديتنا كما يجري عند الدروز بالحفاظ على الهوية الطائفية شعرنا أننا يهودا بكل شيء ولكن توجب علينا توخي الحذر بما معناها أن لا نتحدث عن السياسة ولا نتحدث عن اليهود والعرب كان يتوجب علينا الحفاظ على الهدوء وحتى في المنزل لم يشجعون على التمرد أو فعل هذا أو ذاك كنا نلعب بالحي عربا ويهود ومسيحيين سوية وكان هذا الوضع الطبيع متى هجرتم إلى إسرائيل ولماذا قررتم الهجرة؟ لماذا قررنا حدثت الكثير من أعمال الشغب في العراق لابد أنك سمعت عن الفرهود محاولة القضاء على اليهود كان هذا أمرا صعبا جدا وكنت أسمع من والدي بوقوع اشتباكات في الأسواق طيلة الوقت لذلك فإن التخوف الموجود لم يكن بهذه السهولة وحينها عندما تم الاتفاق على الهجرة سرعنا لحزم أمتعتنا وغدرنا مخلفين كافة ممتلكاتنا خلفنا وانتقلنا من أفضل ظروف حياتية وألذي طعام إلى الأحياء الانتقالية المهمشة وشكل ذلك صدمة بالنسبة لي لكنها رسمت على وجهنا بسمة لأن هذه دولتنا، هذا جيشنا، هنا الجميع يهود ولكن الظروف كانت صعبة هنا ورغم ذلك تغلبنا عليها الآن نصل إلى إيلي كوين كيف تعرفتي عليها؟ بعد العديد من السنوات بعد العديد من السنوات انتقلنا للعيش في منزل ذي سقفا من قرميد بحي لطيف وكانت زوجة شقيق إيلي تقتن قبلتنا وعملياً وسيلة التسلية الوحيدة المتاحة وهي كانت تنظر من النافذة عندما كان يأتي موريس لزيارتها أنا كنت مع والدتي كانت تسأل كيف الحال اليوم، كيف الحياة وفجأة جاءت زوجة شقيق موريس وفحصت الوضع مع والدتي وتمخض عن ذلك لقاء أول بعد أن تعرفت عليه هل كنت تعرفين بأنه يعمل لصالح المساد الإسرائيلي؟ تعرفت عليه كموظف إدارة حسابات ولذلك وبعد أن اهتممت بالموضوع بعد أن تعرفت إليه أكثر اتضح لي أن هذا كان عملاً مؤقتاً وأطلعني أنه يعمل في المساد متى قرروا نقله إلى الأرجنتين ومتى عرفت عن ذلك؟ في إطار الاستكمال والتعليم كان إلي يعمل من البيت أيضاً وكأنه باشر بعمل جديد وكان يجلس في منزلنا رجل موساد يزورنا في أوقات متفرقة ويبدو أنه بعدما اكتسب إلي المعرفة الكافية في مهارات كالتصوير فك التشفير ودهشت من ذلك وسألته ما علاقت ذلك بعمالك بحيث لا تخرج في الصباح وتعود بعد الظهر مثل باقي العمال فقال لي إنه لديه وظيفة جديدة تتطلب مهارات خاصة حينها كنت حامل بسوفي ابنتي البكر وقبيل الولادة أبلغني بأنه يستعد للسفر بعد أربعة أشهر بالنسبة لي كان الموضوع أشبه بالصدمة فلم يكن هناك من يسافر إلى الخارج كثيرا لم نكن نسمع بالرحلات الاستجمامية عاد عن رجال وزارة الأمن لم آتي من هذه البيئة ولم أكن مستعدة لذلك وعندما ولدت ابنتي كان قد سافر بالفعل وحينها اتضح أن الحديث يدور عن الأرجنتين وفي الأرجنتين توجب عليه أن يتأقلم وأن يعيش في منطقة سكن السوريين هؤلاء السوريون الذين فروا إلى الأرجنتين عقب الإنقلاب وهم ذاتهم الذين كانوا يستعدون لتنفيذ انقلاب جديد ليستعيدوا مكانتهم والعودة إلى سوريا أو أنهم كانوا مجرد أثرياء يعيشون على النمط الأوروبي ولكنها كانت منطقة كاملة يقتنها السوريون بالطبع أن إلي لم ينخرط بينهم مباشرة فقد درس الإسبانية وتجول أيضاً في المنطقة تحت اسم مستعار كي لا يستطيع التعرف عليه ودرس المكان بأكمله في الأرجنتين وبعد قرابة الشهرين أو ثلاثة أشهر انتقل إلى الجانب السوري وهناك انتحل شخصية كامل أمين ثابت رجل سوري هاجر إلى أوروبا بعد أن توفي والديه وصنع ثربته هناك وما أن سمعوا أنه رجل ثري بدأوا بالتقرب منه وعندما وصل الأرجنتين هل كنت تعرفين بأنه يتدرب لصالح الموساد؟ أطلعني على أنه سيشتري قطع غيار لجيشنا وأنه في حال سقط سلاحنا في أيدي دول عدوة فإن الدولة تسعى إلى تطوير وتحسين سلاحنا حتى لا تستطيع تلك الدول استخدامه هذه كانت قصة الغطاء التي رواها لي لعائلته ولأصحابه وبهذا الشكل اندمجه بين الصحفيين في الأرجنتين وبين المعارضين الذين لديهم عائلات في سوريا وكانوا يتشوقون لإرسال هدايا لأقاربهم في سوريا بعد أن أبلغهم أنه سيسافر إلى سوريا مثل رسائل هدايا بلغات تحويل الأموال وما إلى ذلك وعندما انتهى إيلي من الأرجنتين وكانت هذه مدة ثمانية أشهر عشت فيها أنا بدون زوج وقد كبرت خلالها الطفلة التي لم ترى والدها قط بعد أن تركها بعمر الأربعة أشهر فقد عاد مع شارب على وجهه وخاتما بإصبعه سعيد وكأن شكله تغير من موظف رمدي لم يكن يحب ما هو عليه إلى شيء لطالما كان يحلم به ويسعي إليه عاد مع بريق بعينيه وثقة كبيرة بالنفس وبالطبع فإن الشهر داخل الموساد حوله كجسوس كانت طحيط به عالم مختلفة كان ذكيا ويعرف كيف يخترق المجتمع بعد الأرجنتين هل عاد إلى إسرائيل ومن ثم إلى سوريا بقي في البيت لدورة تدريبية أخرى والشخص ذاته الذي في البداية لم أكن أعرف من هو ولماذا يزورنا بهذه الوتيرة ويبقى في منزلنا كثيرا ولماذا تكثر اللقاءات في بيتنا من هو لذلك طيلة الوقت كان إلي يتحجج بقوله إنه دبلوماسي فبتنا نسميه بالدبلوماسي إلي عرف كيفية التوصل إلى الموقع الذي سعي إليه بعد شهرين دخل سوريا فعلا وجلب معه كافة الرسائل إلى هنا والحياة كانت تدور حوله كيف تمت عملية دخوله إلى سوريا؟ طلق مساعدة دون شك كان قد تعرف على صحفي في الأرجنتين ووعده أن يتواصلا على أن يدخلا سويا إلى سوريا وحينها بالفعل وبمساعدة ذلك الصحفي والذي اتضح فيما بعد أنه كان جسوسا أيضا عمل لمصلحة الأمريكيين أو لأي طرف آخر كان مستعدا للدفع مقابل خدماته وقد وصلوا إلى نابولي ومن هناك اعتلوا مركبا أوصلهم لبنان وبما أن ذلك الصحفي كان يعرف كيف يتدبر أموره ومن يجب أن يرشيه وما إلى ذلك من أمور صعد إيلي إلى سيارته ومعه كافة المعدات حتى لم يفتشوه وهكذا دخل إلى لبنان ومن ثم سوريا يقال بأنه في فترة وجوده في الأرجنتين تعرف على شخصية التي أصبحت بعد ذلك شخصية مهمة رئيسية في سوريا والحديث عن أمين الأسا إيلي رأى أمين محاطا بدباط وشخصيات غير عادية وبدأ كأنه كان يعد نفسه للرجوع إلى سوريا وتنفيذ الإنقلاب ليتربع على عرش الرئاسة وهذا بالفعل ما حصل بالتالي فقد شهدوا أحدهما الآخر وعبرا أحدهما بمحاذاة الآخر أكثر من مرة وعندما دخل إيلي إلى سوريا بالفعل كان قد تم الإنقلاب وتسلم أمين زمام الحكم ويقولون أن إيلي اشترى لزوجتي أمين معطفا من الفرق حينها فتحت الأبواب هل سيطلع رجلا زوجته بأنه يذهب ليصبح جاسوسا في سوريا؟ إن صح ذلك كنت لا فضلت أن أترك له خاتم الزواج وأعود لبيت أهلي ورحل والآن عزيزي المشهدين سوف نخرج إلى فاصم قصير ونعود من بعده ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر حرب بالوكالة والوكلاء في حرب وفقط هنا الفضاء متاح والنقاش مباح حديث الشبكة يأتيكم في الأوقات التالية في حضرة الكاميرات ومن على المنابب حديث ظاهر وفي جنبات الأروقة الضيقة ومن وراء الأبواب الموصدة حديث آخر حوار ما بين ظاهر الأمور وباطنها ولقاء بشخصيات تركت بصمتها يأتيكم في الأوقات التالية في كل بلد روايات لم تحكى من قبل وتحت كل حجر قصص لا تنتهي وفي كل بقعة أرض حكاية لا تختفي وبين أثار الماضي ومعالم الحاضر سرد تاريخي يسقل المستقبل وبين قدم النقش الحجري وحدثة الفن المعماري معالم ترسم حضارات الشعوب معالم يأتيكم في الأوقات التالية بين هذا الزعيم أو ذلك هناك ملف حاضر وبين الخصم والحليف هناك قضية لا تنتهي طرف يتهم بالتأزيم وآخر يتقل الانفراجة فلولا المصالح لما تفرق الفرقاء ولولا المآرب لما تودد الخصمات ملفات شائكة قضايا عالقة وأزمات خانقة نطرحها هذا المساء نوثق التوجهات ونعكس الإجتهادات نطرح القصة من مختلف الاتجاهات ونخوض في الحيثيات نضعها أمام المرأة نناقش عكساتها ونواجه حقيقتها وتداعياتها المرأة يأتيكم في الأوقات التالية بين السطور هناك حقيقة منسية وفي عمق العنوين أجندات مخفية مقالات وتحليلات لرسم السياسات وفي الصفحات نغوص في الملفات نقرأ الأخبار من صناع القرار نتعمق في التحليل نبحث عن السياق وخلفية الأمور خارج الصفحات وبين السطور العدد الأخير يأتيكم في الأوقات التالية المناظرة المسائية قضية نختارها من أبرز أخبار اليوم نضعها على الطاولة بين وجهتي النظر نناقشها من جوانبها المختلفة وبنظرة تحليلية نغوص في أعماقها ونقرأ ما بين السطور لنوفر لكم الخلاصة ونرى أبعد من الحدث المناظرة المسائية فقط على شاشة آيتوني فور نيو في الأوقات التالية والآن نعود للقاء سيدة نادية كوهين زوجة جاسوس الإسرائيلي الكوهين الذي كان يعمل في سوريا إذن ماذا قال لك إلى أين سيذهب وصل الإدعاء أنه في أوروبا مستمر بابتياع قطع غيار لوزارة الأمن ويشدد أن هذا الشأن في غاية السرية يمنع التداول به مع أي من العائلة أو الأصدقاء طيلة الوقت كان يطلب مني ذلك ويضيف أن هدفه أن يجعلني ملكة كي لا يعاني أولادنا مستقبلا أو يتحول لعمال كادحين وأن هذه السفريات من شأنها أن تفيدنا من الناحية الاقتصادية هذا كان رطاؤه طوال الوقت هل كان بإمكانك التواصل معه حتى مع وجوده في سوريا؟ لم يكن هناك أي اتصال هاتفي كنت أتلقى رسائل مكتوب فيها سطرين أحبكي أنا مشتاق وكيف حال الأولاد؟ هذه الرسائل لم تكن منه كان أحد ما يكتبها نيابة عنه دائما كان يرسل لك الرسائل حتى مع عدم وجوده في سوريا كيف عرفتي أن هذه الرسائل ليست منه؟ كيف عرفت؟ بدأ احتكاكي معه بعد أن قرأت الرسالة الأولى وبعدها الرسالة الثانية وقلت لنفسك فهناك أمر ما غير حقيقي وأن هذه الرسائل ليست منه جاء الشاب الذي يرافقنا وأخبرته أن اكتفيت من الرسائل الكاذبة فهذه ليست رسائله طلب مني أن أواصل مرسلته ورفضت الاستمرار بالكتابة له أردت أن يكتب أكثر وأن تكون رسائله مفصلة كالرسائل التي كانت تصلنا من الأرجنتين ومن الرحلة التي سبقت دخوله إلى سوريا حينما أرسل برقية بخط يده قالوا لي أني أعذبه وألزمه بالاشتياق إلي فقلت لهم كلا فليهاتفني وحينها لم تكن هواتف أريد رسالة وأصررت وبعدها لم تصلني الرسائل بنظرة إلى الخلف عذبته وهذا آلمني جدا ما وجوده في سوريا هل كان يخوم بزيارات لك هنا في إسرائيل؟ ربما ثلاثة أو أربع مرات بهذه الطريقة أنجبنا إيريت البنت الوسطى وهكذا أنجبنا شاي الإبن الأصغر ثلاثة أولاد وفي كل مرة كان يدخل ويعود عبر بلجيكا مثلا أو إحدى الدول الأوروبية لم يكن يأتي عبر الحدود بل يتجول في أوروبا ويغير شكله قبل أن يأتي وهكذا كان يأتي إلى هنا على مر هذه الفترة لم تلاحظين بأن إيلي كوهين كان يتغير من ناحية الشخصية من ناحية التصالفات؟ أنا زوجته كانت لكنته تتغير فعندما أسمعه يحادث وليدته لم تكن لكنة مصرية هناك اختلاف شديد بين اللكنة المصرية واللكنة السورية السورية لها نغمة واللحن معين بينما المصرية سريعة بشكل ما وكنت أسمع من أشقائه وأهله ولكن عندما كان يتحدث بلكنة سورية كنت أقول لولدته ألا تصغين كيف يجيبك؟ هذه لكنة سورية ليست مصرية فضحكت وعتقدت أنه ابن الذكي لدرجة أنه ربما كانت تتحدث إليه بهذا الشكل بفترة طفولته ولكنها تحدثت بلكنة مصرية والهيسة سورية رغم أنها كانت تفهمها وكانت العديد من الأمور الأخرى أيضاً مثلاً كانوا يجلبون الهدايا من علب سورية ويقولون لي حوليها إلى إيلي ولا تفتحيها فتحت إحداها وشاهدت رسالة بيضاء وفي أعلاها مدون مدرسة مهنية في دماشق الأمر الذي أضاء ضوء أحمر آخر أثوة بالأضواء الأخرى التي كانت لدي وعندما عاد إلى المنزل سلمته الرسالة مفتوحة فحاول التهرب وقال تعلمين ضمن نشاطي أحصل من الصفارة على هذه الرسائل لأنقلها إلى مكان معين لا تلقي بالا أنا مصري فهل تعتقدين أنه بوسعي أن أعيش في مناطق كهذه إيلي كان يعرف كيف يدير الأمور إلى الجانب الذي يحلو له متى سمعت على عملية القاء القبض عليه في سوريا؟ عندما شاهدت إيلي وجاءوا لي يخبروني كنت قد التقيت بإيلي المرة الأخيرة قبل ولادة ابننا عندما كنت حاملا وقد تغيرت في ذلك الوقت لم أعد نادي ذاتها فقد تملكتني موجة من الشيخوخة إن صح القول والوحدة التهمتني كنت في حالة من اليأس وقد تحطمت الثقة فعندما جاء إلى المنزل شاهدني على هذه الحال وحينها أخبرني قال لي ناديا بعد نصف سنة أنتهي من الأمر وكان يريد تشجيعي لكني لم أبتسم كنت أعمل كجهاز أوتوماتيكي وكأن شخص يحدثني قصصا خيالية ولم أرى النور في نهاية النفق في تلك اللحظة أحسست بثقل وكنت سمينة بطن منتفخة كنت أهتم بابنتين صغيرتين أيضا كل همي كان أن أصطفيق في الصباح الباكر أن أعمل وأرعى الأولاد لأخلد للنوم في المساء حينها هل أعلمك بأنه في سوريا؟ لا كلا لكني كنت أعرف كنت أعرف من هنا وهناك لكنه أنكر دوما فسألته هل أنت بين مصر وسوريا؟ وأنكر قال كلا كلا وفي تلك الفترة كان يخشى علي وسألني إذا كنت أريد أن نقسم فترة نصف السنة الأخيرة لقسمين ثلاثة أشهر وبعدها ثلاثة أشهر إضافية فقلت له كلا خذ حقيبتك وارحل وعد بعدها لأنه لم أعد أهتم إن كان سيعود أم لا كنت في حالة من عدم الاكتراث لم أعد أصدق كنت طفلة حينما سافر وأصبحت بجيل 27 من العمر وأنا وحدي وحدي حتى داخل العائلة وحدي لدى أهلي لدى أصحابي في حي هذه الوحدة قضت علي قال لي إن سأقول إن أريد تقسيم الفترة لمهلتين كما ترغبين في ذاك اليوم خرج وعاد إلى المنزل وكان أهلي مختلفاً أهلي مات أهلي ميت أهلي بدون ذرة روحية لم يطلعني على ما جرى ولم أسأله أيضاً أنا أيضاً كنت قد موت منذ فترة طويلة وهو في ذات اليوم مات لم يعد إيلي الذي أعرفه مرت مدة معينة أسبوع سألني إذا كنت أؤجل ولا أرغب بالولادة حينها كنت قد أنهيت الشهر التاسع من الحمل ودخلت بالعاشر ألي بقي منغلقاً على ذاته وكانت عيناه محملقتان حمروان فسألته إذا كان يعاني من مرض ما ونصحته بالذهاب للطبيب ولكن نتضح أنه كان يبكي على ما يبدو كانت هناك العديد من المشجرات مع أشقائه وشقيقاته طلب منهم تركه بحاله بقوله لشقيقته يداي في النار تركيني بحالي وحينها فهمت بعد وفاته أنه تم اعتقال عربيان كانا يتجسسان لصالح الأمريكيين اعتقلوا في سوريا وحينها فهمت العلاقة التي كانت له مع كل هؤلاء الجواسيس من ألمانيا الأرجنتين سوريا وكأنهم كانوا مجموعة أصحاب متى سمعت عن اعتقالي؟ فارقنا عند مغادرته المنزل دون أمل بالعودة عانق البنات وعانق الأبناء عنقنا جميعا وعما صمت مميت في المنزل لا أعرف لا أعرف لو لم يكن لدي أولاد لكنت قفزت من الطابق الثالث إلى الأسفل هكذا شعرت في ذاك اليوم غادر البيت عانقته للمرة الأولى بكيت للمرة الأولى وبعدها حزنت بعدها جاء ذاك الشخص الذي كان يزورنا ليبلغنا أنه تم اعتقال إلي سألت عن حظوظه بالنجاة فقال لي إنه دخل عميقاً بما فيه الكفاية وأنهم يأملون بأن ينجحوا وبعد هتين الكلمتين رحلوا هل إسرائيل بالفعل حاولت إنقاذه حتى من خلال الموساء؟ كل القصص عن المحاولات كما فهمت لم يكن هناك أي أدنى احتمال أن يبقى إلي على قيد الحياة فهمنا أنه اخترق وتوغل عميقاً جداً وإذا عرفوا أهمية المعلومات التي جلبها للدول وأنه توغل بالعلاقة مع الرئيس السوري والقضاء وكافة الضباط الكبار واخترق سلطة البث السورية وباشر بالبث للجالية السورية في الأرجنتين وفي كل أنحاء العالم فهمت مدى عمق اختراقه لذا فما هي حظوظه؟ هل تذكرين يوم الإعداء؟ بالطبع أن أذكر كان إلي بأيدي السوريين يعاني التعذيب أكثر من مائة يوم قبل شنقه لم يتركوا بقعة في جسده دون أن يحقنوها بمواد أو ضربات كهربائية وتعذيب لم يمنحوه فرصة أن يفهم أن الدولة تدعمه بل وأنه هناك محام كان سيموت دون أن يدري أن الدولة تعمل لصالحه لم يكن لديه لم يكن لديه أي احتمال بمعرفة ذلك لا شيء هناك روايات كثيرة عن عملية اعتقالي ما هي الرواية الحقيقية برأي؟ حتى الآن لا نعرف ما كان السبب عدا عن أن سوريا ترصدته عندما غادرها في المرة قبل الأخيرة كان إلي تحت رصد الاستخبارات السورية التي وضعته نصب عينيها وكانوا ينتظرونه في سوريا وكانوا على علم بأنه سيعود لأن المسؤولين عنه في الموساد مئير عميد وياسكي ياريف وهذا الرجل الذي كان يزورنا شمع صومخ لم يعملوا بشكل صحيح هم قتلوه هؤلاء الثلاثة هم قتلت إلي إلي خرج من هذا المنزل ميتا إلي كان يعلم أنه إن خرج من عتبة الدار لن يعود على فترة طويلة وخصوصا في الفترة الأخيرة أنت تتهمين الموساد بقضية اعتقاله وحتى إعدامه لماذا وكيف؟ أتهم مئير عميد يوسكي ياريف وشمع صومخ بوفاة إلي وهو عاد وحذر ولم يوافق على أن يبقى ضغطوا عليه ودفعوه للعودة هددوه هنا ولم يقم في أي يوم من الأيام أولئك الرجال مئير عميد أو يوسكي ياريف بالاعتذار بل احتفظوا في مناصبهم أخرجوا إلي بالقوة وكانوا على علم أن إلي يسافر ليقع بين يدي سوريين وكان إلي على علم بحضوظه بأنه ربما لن يعود لذلك ودعنا واحتضنا وعانق وقبل لم ألتقي أولئك الرجال السلاثة بعدها لم يأتوا في فترة الرثاء ولا في أسبوع الحداد ولم يقولوا كلمة جيدة لم أصدقهم يوما أنهم يعملون لمصلحة إلي بل كانت أقوالهم كلها كذب لم ينجح أي شيء مع السوريين ما فعاله إلي معهم وبعد هؤلاء الثلاثة غير الموساد أسلوبه جاء رؤساء موساد جيدين مع توجه مختلف للأشخاص الذين يخرجون للعمل الميداني اليوم لا يتركون أي شخص في الميدان ابتعدت عن الموساد وأعتقد أن رؤساء الموساد اليوم يعملون بطريقة مختلفة يتعاملون برحمة أكبر وإنسانية أكبر أحبهم لأنهم غيروا وأنه لم يدفع أحد الثمن الذي دفعه إلي في الأول الأخيرة وفي السنوات الأخيرة نقول نشر شريط فيديو جديد لعملية إيدام إلي كوين كيف تلقيت هذا الشريط وماذا أثر كيف أثر عليك هذا يعرف السوريون كيف يخبئون وعدم الكشف عن خفياهم لأنهم تلقوا ضربة قوية فإلي زعزع استقرار سوريا زعزعها من الأسس فما فوق زعزعها بأنها أصبحت أضحوكت الدول العربية بسبب ما فعله إلي السوريون بطبيعتهم أنهم يشترون ولا يبيعون نجاح إلي بتعريتهم وسحب كل هذه المعلومات التي نقلها إلى إسرائيل أفقدتهم الصواب حتى اليوم لا يزال انتقامهم ساريا لدرجة أنهم يرفضون تسليم الجثة يبحثون عن الحجج تم شق طريق بني حي وفي الفترة الأخيرة وبسبب الحرب في سوريا خرج أحدهم وسعى إلى ربيع جديد ربيع جيد ولكن الأمور قلبت على رأسها والربيع تحول إلى حرب دامية فتاكة وقتل وشرد الأطفال أنشأت إسرائيل مستشفى في هضبة الجولان وعالجت قرابة الثلاثة ألاف سوري وقد سمع الإسرائيليون عن الفضائع التي تقترف هناك وحينها توجهت إلى بشار الأسد وقلت إن إلي قد عقب بما فيه الكفاية وطلبت أن يحرر جثمانه ربما الحرب غيرته أيضاً في الأوين الأخيرة الموساد جاء بنبأ من خلال عملية مركبة معاقدة حصلوا على ساعة إلي كوهن كيف تمت هذه العملية وفق المعلومات التي حصلت عليها من الموساد قصة الساعة هي نشاط من قبل رئيس الموساد يوسي كوهن وقبله تمير باردو ومئير داقان جميعهم عاملون بالحسن وكان تعاملهم جيداً تجاهنا والتجاه الأشخاص الذين ينقلون المعلومات إني أقدرهم جداً هم يختلفون جداً عما كان في الماضي وحينها في أحد الأيام استدعان يوسي وقال لي إن لديه مفاجأة لنا لي ولأولادي وأحفادي بعد عملية معقدة وبعد جهود جبارة نجحوا باستحصال الساعة الحقيقية الخاصة بإيلي إنها ساعة ثمينة وقد كشفوا عنها وحصلوا عليها بعملية معقدة بالفعل اليوم تعرض هذه الساعة عند مدخل مبنى الموساد وقد وفقت على ذلك فهي جزء من إيلي الذي عاد وكأن قطعة جلد من جلده عادت إلينا وآمل وهنا أتوجه لبشار من جديد بشار أنا توجهت إليك قبل أسبوعين اليوم أتوجه إليك من جديد حرر أجثة وأمل وأرغب بأن تكون مختلفاً عن سابقيك الذي نعتلوا سدة الحكم أظهر بعض الإنسانية وبعض الرحمة نحن ننتظر الجثة ونريد الجثة وحان الوقت أن تستريح في الأرض التي عمل لأجلها وقاتل من أجلها اسمح لنا بأن يكون لدينا قبر إنني على يقين من أنه يوجد لديك زاوية في قلبك لذكريات من أجدادك وأهلك عندما تزور قبورهم وتطلب منهم السماح والمغفرة لذلك أتوجه إليك لذلك أتوجه إليك لا بغض ولا حقد لدي ضدك أعطنا الجثة وشكراً من هنا من منزلي أرسل لك شكري شكراً وحرره هل تعتقدين أن هناك فرصة بالفعل لعادة جثة إليكوهن إلى إسرائيل مع ما يجري في سوريا؟ نعم أعتقد أنه يوجد احتمال وأؤمن بأن هناك شثة وأنه بعدما شاهد الأسد تماء ابناء شعبه تسفك بهذا الشكل والظلم يقضي عليهم ويشردهم ويهيمون في أنحاء الأرض باحثين عن ملجأ يأويهم ويحضنهم وآمل أن يعم السلام بينك وبين شعبك وبيننا أيضاً والآن عزام الشهرين ننتقل إلى فقرات بكلمة واحدة جيد أريد أن يكون جيد فليتغير إلى الأفضل نحو السلام رئيس المساد الحالي نحبه إلي كوين سيبقى حبيبي محمود عباس أبو مازي يجب أن يكترث الحسابات الضيقة أن يوحد شعبه ويصنع السلام معنا ميتانو نادية كوين زوجة الرجل المساد وجهسوس إلي كوين الذي كان في سوريا شكراً جزيلاً لك على هذا اللقاء وبهذا أعزام الشهرين نأتي إلى نهاية حلقة جديدة من حديث آخر شكراً لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء شكراً لكم